الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك الاستعادة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنث يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعادة بغير الله الاستعادة هي من جملة الدعاء وهي طلب العود ومثل الاستسقى دعاء وهو طلب الغوث ومثل الاستصحى دعاء وهو طلب الصحو ومثل الاستغفار دعاء وهو طلب المغفرة الاستعادة دعاء قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فلا يدعى إلا الله ولا يستعاد إلا بالله سبحانه وتعالى قال عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس استعادة عبادة استعادة دعاء والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة قال باب من الشرك الاستعادة بغير الله من الشرك الاستعادة بغير الله استعادة بغير الله أن يطلب العوذ من غير الله وحقيقة الاستعادة هي هرب من شيء يخاف الإنسان إلى من ينجيه منه والمسلم دائما فراره إلى ربه ففروا إلى الله مفزعه إلى الله ملجأه إلى الله سبحانه وتعالى ومن توحيده لربه أن لا يستعيد إلا بالله من توحيده لربه أن لا يستعيد إلا بالله فحاصل القول أن الاستعادة عبادة والعبادة حق لله عز وجل فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك من استعادة بمخلوق حي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من استعادة بمخلوق ميت أو استعادة بغائب استعادة بميت أو استعادة بغائب أو استعادة بحي فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه يكون بذلك وقع في الشرك لكن الاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر استعادة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه هذه لا تدخل في الباب هذه لا تدخل في الباب الذي يدخل في الباب الاستعادة بميت أو بحي غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا من الشركة الأكبر الناقل من الملة أورد رحمه الله هذه الآت الكريمة قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذه الآية فيها وصف للحالة التي كان عليها العرب في الجاهلية كان الواحد منهم إذا نزل واديا لحقه خوف من الجن الذي في الوادي فيستعيد بسيد بسيد الجن الذين في الوادي أن يعيده منهم وهذا معنى قوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني كانت العاقبة نقيض القصد كانت العاقبة نقيض القصد فلم يحصلوا من ذلك إلا زيادة الوحشة وزيادة وزيادة الخوف قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذا فيه أن الاستعادة بغير الله سبحانه وتعالى لا تزيد الإنسان إلا رهقا إلا دلا إلا هوانا إلا مرضا إلا ضعفا أتزيده خيرا وذلك أن هذه الاستعادة ضرب من ضروب الشرك ونوع من أنواعه نعم قال رحمه الله وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم نعم الآية فيها بيان لحاله للشرك في الجاهلية وهذا الحديث فيها حال المؤمن الموحد إذا نزل منزلا واديا أو غيره أو أي مكان إذا نزل منزلا ينزل هذا المنزل بماذا؟ بالتوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبدا فينزل مستعيدا بالله ينزل مستعيدا بالله فهذا فيه بيان حال أهل التوحيد عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك حتى يرحل من منزله ذلك أولئك أعني المشركين كانوا إذا نزل الواحد منهم منزلا قال في تعوذه قال في تعوذي أعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله أو من شر ما فيه هكذا كانوا يقولون وأمة الإسلام أمة التوحيد أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا نزلوا منزلا يقولون هذا الذي علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام هو توحيد والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله كلمات الله تارة يراد بها الكونية القدرية وتارة يراد بها الشرعية الدينية مثل القرآن والمعنى يتناول هذا وهذا كلمات الله التامة أي الكونية أو كلماته التامة أي الشرعية الدينية وإن كان الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن المرادة الكونية لذا يأتي في بعض الأحاديث لا يجاوزهن بر ولا فاجر لأن ما أراده الله كون أن يقع لا يجاوزه أحد ولا يتعدى أحد ويقع طبقا لما أراد سبحانه وتعالى قوله من نزل منزلا هذا يشمل كل منزل سواء كانت الإقامة فيه مؤقتة أو طويلة يعني من نزل مثلا سافر إلى بلد واستاجر فندق ليسكن فيه يومين أو ثلاثة أو ليلة أو ليلتين أو استاجر شقة ليقيم فيها سنة كاملة أو اشترى بيتا صار ملك الله سيسكن فيه مدة طويلة أو حتى في السفر نزل في البر ليبيت ويرحل الصباح كل هذا يتناول قوله من نزل منزلا ويكون الإتيام بهذا الدعاء في أول النزول يكون الإتيام بهذا الدعاء في أول ما ينزل يأتي بهذا الدعاء بيتا أو أرضا ينزل فيها أو غير ذلك إذا نزل منزلا أول ما ينزل يبدأ بهذا التعوذ يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثل قوله في الفلق قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والمعنى من شر كل مخلوق قام فيه شر من شر ما خلق هذا هو التعوذ الأثر والثمرة قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لم يضره شيء شيء نكره في سياق النفي تفيد العموم أي شيء لا جن ولا هوام ولا حشرات ولا ذوات سموم ولا غيرها كلها يتناولها قوله لم يضره شيء أصبح بهذا التعوذ في حصن حصين أصبح في حصن حصين يقيه بإذن الله عز وجل من أنواع الشرور من أنواع الشرور لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قوله حتى يرحل من منزله ذلك هذا يفيد فائدة أخرى وأنه يحتاج إلى إذا رحل ونزل منزلا آخر لأن إذا رحل أيضا سينزل فيحتاج أن إذا رحل منزلا آخر أن يجدد ماذا التعوذ أن يجدد التعوذ في كل مرة ينزل أي منزل ينزله يجدد فيه التعوذ حتى يكون له يكون له هذا الحفظ وتكون له هذه السلامة القرطبي رحمه الله تعالى له قصة مع هذا الحديث يقول منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في أي منزل نزلته إلا ليلة نزلنا يقول بالمهدية فلدغتني عقرب وتذكرت أنني نسيته تلك الليلة يقول تذكرت أنني نسيته تلك الليلة وهذا يؤكد المعنى الذي سبق وهو أن الإنسان يحرص يحرص على هذا التعوذ في كل منزل يحرص على هذا التعوذ في كل منزل تذكرت قصة يعني أرويها ربما يكون فيها فائدة سمعتها قديما من أحد الأشخاص كانوا جماعة في سفر ومعهم فرش فأدركهم المبيت ليلة نصف في الصحران فأرادوا أن ينزلوا للمبيت فكلهم نزلوا وفرشوا فرشا في الأرض وتعوذوا هذا التعوذ والثالث منهم كان خائفا من الحشرات ومن الأشياء التي يخشى أن تكون في الأرض قالوا له تعوذ ونم لا يضرك شيء قال لا أنا سأنام فوق السيارة سأنام فوق السيارة وترك التعوذ هم تعوذوا وناموا في الصحران وصعد فوق السيارة ونام فلدغ فوق السيارته لدغ فوق السيارة ولعلها العقرب كانت في لما حمل الفراش من الأرض كانت قد دخلت فيه وأولئك على الأرض ما أصابهم شيء لا نحتاج لهذه القصص هذه القصص لا نحتاج لها أطلاقا وإنما تروى في بعض المجالس استئناسا فقط ولا ما نحتاجه عندنا الحديث من نزل منزلا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء وأنبه على مسألة مثل هذا الحديث وغيره لا يقول الإنسان أجرب أجرب لا هذا يقين ما هو تجربة هذا يقين وليس من الأشياء التي تدخل للتجارب هذا يقين لا يضره شيء ولهذا يجب على الداعي بهذا الدعاء وغيره أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن الثانية كونه من الشرك كونه تعوذ بغير الله من الشرك لأنه عبادة لأنه دعاء والدعاء عبادة هو العبادة لله ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك نعم قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث استدلال على ذلك بالحديث لأنه في الحديث حديث خول فيه من قال أعوذ بكلمات الله فهذا يدل على أن التعوذ عبادة أن التعوذ عبادة ويقول لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك هذا استدلال بالحديث أو وجه الاستدلال بالحديث أو وجه من وجوه الاستدلال بالحديث على أن الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله شرك أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة لأنه لا يستعاد بمخلوق لا يستعاد بمخلوق هنا في الدعاء قال من قال عوذ بكلمات الله فكلمات الله سبحانه وتعالى الكونية وكلماته الشرعية كلها غير مخلوقة نعم قال رحمه الله الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره نعم يعني ألفاظ قليلة لكن فضل عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك نعم في الصورة الأولى في موضوع الذي مر معنا في الآية قالوا أنه كان رجال من الإنس عوذون برجال من الجن يعني كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا استعادوا برئيسه أو سيدة الوادي من شر ما فيه فمثلا يقومون بعض الليالي أو مرات عديدة ما أصابهم شيء فيظنون ماذا يظنون أن هذه منفعة حصلت بسبب هذا التعود فينبه الشيخ أن وجود المنفعة لا تعني صحة العمل المنفعة لا تعني صحة العمل قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله لأن الآن لو قدر أنه حصل منفعة يعني قام ما ضره شيء من الأشياء المخوفة التي كان يخشى منها ووجد أنه قام من الوادي وخرج منه سليما ما ضره شيء ولا جاءه شيء يخيفه فيعدون هذه منفعة يعدون هذه منفعة لكن يعني وجود هذه المنفعة لا تعني صحة العمل لأن العمل شرك لأن العمل شرك والمضرة التي حصلت بالشركة بهذا القول لا تقارن بشيء من النفع الذي يزعم أنه حصل أو وجد لمن فعل ذلك قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ثم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره يستغيث الاستغاثة طلب الغوث مثل ما تقدم الاستغاثة طلب العوذ والاستغاثة طلب الغوث الاستغانة طلب العون الاستغفار طلب المغفرة كلها أدعي هذه كلها داخلة في الدعاء كلها داخلة في الدعاء إذا كان الدعاء يتعلق بشدة وكرب إذا كان الدعاء يتعلق بشدة وكرب هذا يسمى ماذا استغاثة يسمى استغاثة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله قليلا ما تذكرون فالدعاء الذي فيه طلب غوث هذا يقال له استغاثة وفي الوقت نفسه ماذا دعاء وإذا علم ذلك فما وجه العطف قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا من عطف العام الخاص خص أولا ثم عمم من الشرك أن يستغيث خص هذا الأمر الذي هو من أفراد الدعاء ثم عمم كل الأدعية كل دعاء لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى فهذا من باب عطف العام على الخاص عطف العام على الخاص كل استغاثة دعاء وهل كل دعاء استغاثة؟ كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة لديها أنواع منها الاستغاثة ومنها الاستغفار ومنها الاستعانة ومنها أنواع كثيرة أنواع كثيرة فهذا من باب عطف العام على الخاص قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين عرفنا أن كل استغاثة ماذا؟ كل استغاثة دعاء إذن أي نص يرد في الأمر بإفراد الله بالدعاء والنهي عن الإشراك به في الدعاء يشمل ماذا؟ يشمل الاستغاثة يشمل الاستغاثة لأن الاستغاثة دعاء دعاء فيه طلب غوث فأي دليل في القرآن في النهي عن دعاء غير الله يعني في جملة دلالته النهي عن الاستغاثة بغير الله لأن الاستغاثة دعاء قال ولا تدعو من دون الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وهذه حال كل من يدعى غير الله سبحانه وتعالى لا ينفع من دعاه ولا يضرك النافع الضار المعطي المانع الخافض الرافع الذي بيده أزمة الأمور هو رب العالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إن يمسسك بخير فلا رد لفضله وهو على كل شيء قدير قال وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الْظَّالِمِينَ ما معنى من الظَّالِمِينَ المشركين الظلم هنا الشرك الظلم هنا الشرك قال تعالى في الآية في آخر الآية التي قبل آية الكرسي وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ كَافِرُونَ هُمْ من عذابها كذلك نجزي كل كفو وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم الندير فذوقوا فما للظالمين من نصير ما للظالمين على المشركين أمراد بالظلم هنا الشرك وهنا أيضا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين لأن المراد بالظلم الشرك الآية خرجت مخرج الخصوص خطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثم يقول الله فإن فعند فإنك إذن من الظالمين وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام خرج النص مخرج الخصوص والمراد عموم الأمة وهذا له نظائر كثيرة في القرآن يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه بما هو مبرأ منه عليه الصلاة والسلام لكن في ذلك أبلغ الزجر مثلها قول قول الله عز وجل وَلَا قَدْ أُوْحِيَ إِلِيكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مَنَ الشَّاكْرِينَ وقال في عموم الأنبياء وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نعم قال رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه الآية قبلها فيه اقرأ الآية الأولى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادي هو الغفور الرحيم فهذا فيها برهان التوحيد ووجوب الاستعادة بالله والالتجاء إليه وحده ودعاءه وحده أن أن العبد إن أصابه ضر إن أصابه ضر المقام في إصابة الضر ما هو استغاثة المقام في إصابة الضر استغاثة دعاء الاستغاثة هنا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له لا يغيثك إلا الله ولا ينجيك منها إلا الله مثل قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله ولهذا بدأ بهذه الآية لأن سياقها يدل على الاستغاثة تعينا من الدعاء الاستغاثة تعينا نعم قال رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية ومثل هذه الآية الآية التي في الزمر ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليها توكل المتوكلون ومثلها أيضا التي في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير قال وقوله قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وهذا فيها الدعوة إلى الإخلاص لله في الدعاء اطلبوا الرزق عند الله وارغبوا إليه في ذلك وحده ولا تجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريكا في ذلك تقديم الظرف يفيد الاختصاص قال فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق فهذا فيه الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الدعاء والعبادة عموما ومن ذلك الاستغاثة نعم قال رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتان قال وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذه من أعظم الآيات التي في أبطال الدعاء دعاء دعاء غير الله سبحانه وتعالى ومن ذلك كما الاستغاثة والاستفهام هنا في قوله ومن أضل هو استفهام إنكاري أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله أي مدعو إن كان لأن لا يدعى إلا الله عز وجل ثم ذكر حال هؤلاء الذين يدعون لا يملكون شيء من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاءهم غافلون أي غافل عنه ولا يعلم به ولا يدري عنه بخبر فلا أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وأمر آخر أيضا يتبرؤون منهم يوم القيامة ويكفرون بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين فلا أضل ممن كانت هذه حاله في دعاء مثلها الآية التي في سورة الآية التي في سورة الرعد يقول كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا مثال لحال من يدعو غير الله رأيتم لو أن شخصا جاء ووقف عند بئر عميقة في أسفلها ماء ومد يديه عند البئر وجلس طويلا ماد يديه هل يصعد الماء أو كان على مسافة بعيدة من نهر جاري ومد يديه وخذ ينتظر الماء طويلا يأتي إليه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا حال دعاء الكافرين ما يحصلون شيئا ما يحصلون شيئا في من يدعونه مثل ما قال الله هنا من لا يستجيب له إلى يوم القيام مهما دعاه ما يملك شيئا المالك المعطي النافع الخافض الرافع الذي بيده الأمور رب العالمين سبحانه وتعالى قال رحمه الله وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ثم ختم الآيات بهذه الآية أربع آيات أورد ختمها بهذه الآية يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله هم مع الله قليلا ما تذكروا هذا فيه احتجاج على المشركين في اتخاذهم الشفعة والأنداد من دون الله احتجاج عليهم بما قد علموه بما قد علموه من أنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله ولهذا هم من حالهم التي عرفت عنهم أنهم في الضر والشدائد والكربات لا يلجأون إلا إلى من إلا إلى الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه من البر إذا هم يشركون في الكرب والشدائد والضر لا يدعون إلا الله فهذا احتجاج عليهم بما يعلمون من أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله ببطلان الشرك الذي هم عليه قال لا أإله مع الله قليلا ما تذكرون يعني قليل تذكركم لو أعملتم التذكر والتفكر لتبين لكم ما فداحة الخطأ الذي أنتم فيه نعم قال رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال وروى الطبراني بإسناده ولم يذكر الصحابي وعبادة بن الصامت رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث قال كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم يعني بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق في بداية الحديث عن الاستغاثة أشرت إلى أن الاستغاثة إن كانت بميت أو كانت بغائب أو كانت بحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي ماذا؟ شرك وإذا كانت بحي حاضر في شيء يقدر عليه أمامه حاضر عنده في شيء يقدر عليه هجم عليها مثلا سبع ومعه رجل وقوي ومعه سلاح وانتفت إليه وقال لا أغثني يا فلان أساعدني يا فلان أغثني هذا حرام؟ هل في شيء؟ هذا مثل ما جاء في الآية فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه هذه استغاثة بماذا؟ بحي حاضر قادر في شيء يقدر عليه لكن من استغاث بميت أو استغاث بغائب أو استغاث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا كله من الشرك هذا كله من الشرك الآن ننظر في ما جاء في هذا الحديث الصحابة الذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق هذا من أي لانواع؟ هذا من أي لانواع؟ هذا من الاستغاثة بحاضر في شيء يقدر عليه نستغيث برسول الله نطلب منه أن يغيثنا بأن يعزر هذا المنافق يعاقب هذا المنافق يحبس هذا المنافق في أشياء يقدر عليها في أشياء يقدر عليها فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله مراد النبي مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعليم لهم مع أن الذي طلبوه منه في شيء ماذا؟ في شيء جائز في شيء يقدر عليه لكن لما كانت اللفظة لما كانت اللفظة لها معنى عظيم وكبير نستغيث قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله إرشادا منه عليه الصلاة والسلام لهم إلى التأدب مع الله في الألفان إلى التأدب مع الله في الألفاظ لأن استغاثتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المنافق في أمر يقدر عليه في أمر يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إما بمنعه أو زجرة أو عقوبته أو غير ذلك فالمراد بذلك إرشادهم إلى التأدب مع الله عز وجل في الألفاظ والإرشاد إلى مراعاة حسن اللفظ في هذا المقام مراعاة لجناب ماذا التوحيد العظيم ومقامه الرفيع فيستفد من هذا فائدة الآن مهمة جدا في الباب إذا كان هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغاثة به فيما يقدر عليه وقال لهم لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله قالها في سياق ماذا من استغاث به في أمر كان يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا وجه دلالة الحديث للترجمة والحديث في إسناده كلام معروف عند أهل العلم والمؤلف رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث أورده لهذا المعنى العظيم الجميل في الحديث لكن العمدة في الباب العمدة في الباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ما هو العمدة في الباب أربع آيات من القرآن أربع آيات الآن الباب بأدلة انتهى فلما يورد مثل هذا الحديث مع كلاما في إسناده بعضها للعلم يعني يحسنه ومنهم من يطعم في إسناده فهل قول بضعف الحديث ما بنى عليه الباب رحمه الله وإنما ذكره اعتضادا ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستغاثة الذي ورد على البكري اعترض عليه بإرادة لهذا الحديث واستدلاله به واستدلاله به فاستمع إلى جوابه حتى تعرف ما يعني مثل هذا الصنيع من الشيخ محمد وغير من العلم في بعض الأحاديث التي يكون في سندها كلام يقول هذا الخبر يقول ابن تيمية هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معنى موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك اعتمد عليه لا لأن الواحد من ذلك اعتمد عليه في حكم شرعي ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ لأن هذا الحديث تكلم في أحد رواتها عبد الله بن لهيئة من جهة سوء الحفظ قال لا تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك قال وبآثار الصحابة والتابعين بل وبأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع وهذا الخبر من النوع الأول هذا الخبر هذا الحديث إنه لا يستغاث به من النوع الأول أي نوع الذي لاعتضاد وليس للاعتماد فمن يقول الحديث ضائف يقال له الحديث ليس هو العمدة في الباب العمدة أربع آيات انتهى الفام بأدلته واكتملت الأدلة ووضحت الأدلة وهذا يذكر اعتبادا لاعتمادا وهذه جادة مطروقة ومعروفة عند أهل العلم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص نعم لأن الدعاء عام والاستغاثة دعاء ولكن دعاء خاص بطلب الغوث الثاني تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك نعم أي أن المدعوين من دون الله أيا كانوا لا يملكون لمن دعاهم نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا نعم الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر لقوله في تمام الآية فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين الظلم المراد به هنا الشرك نعم الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين نعم لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين نعم الخامسة تفسير الآية التي بعدها تفسير الآية التي بعدها قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم أي هو الذي بيده سبحانه وتعالى ألا أزمة الأمور مثل ما ختمت نظيرة هذه الآية بقوله على كل شيء قدير فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى عطاء ومنعا خفضا ورفعا عزا وضلا نفعا وضرا كل ذلك بيد الله نعم السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا نعم في الآية في سورة الأحقاف ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له هذا ما ينفع في الدنيا لا يستجيب له ومع كونه كفر لأنه ختمت إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون فهو كفر ولا ينفع في الدنيا نعم السابعة تفسير الآية الثالثة السابعة تفسير الآية الثالثة فابتغوا عند الله الرزق هذا من أساليب الحصر أي لا يطلب إلا من الله فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله سبحانه نعم الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه نعم الجنة أعظم الرزق فكما أن الجنة لا تطلب إلا من الله فالرزق لا يطلب إلا من الله لقوله فابتغوا عند الله الرزق نعم التاسعة تفسير الآية الرابعة تفسير الآية الرابعة قول الله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله إلى تمامها والآية بعدها وقد تقدم نعم العاشرة أنه لا أظل ممن دعا غير الله لقوله ومن أظل ممن يدعو والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أظل ممن يدعو غير الله الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه نعم لقوله في آية الأحقاف وهم عن دعائهم غافلون الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له نعم لقوله أيضا في الآيات نفسها في سورة الأحقاف وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو تسمية تلك الدعوة يعني تسمية ذلك الدعاء عبادة لأن الله قال وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم كانوا بعبادتهم كافرين أي كانوا بدعائهم كافرين فسمى الدعاء عبادة وهذا مثل ما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة نعم الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة نعم كفر المدعو بتلك العبادة أي أنهم يتبرؤون منهم ويجحدون ذلك وكانوا بعبادتهم كافرين الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس نعم هي أي دعاء غير الله عز وجل سبب كونه أضل الناس لأن قوله ومن أضل أي لا أحد في الناس أضل ممن هذه حاله السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة تفسير الآية الخامسة قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله هم مع الله قليلا ما تذكرون نعم السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين نعم الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه أي الزام لهم بما يقرون به هم يقرون أن الذي يجيب المضطر هو الله ومن الدلائل على ذلك أنهم في الشدائد والضر يخلصون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وفي الرخاء يشركون وفي الرخاء يشركون لكن في الضراء يخلصون يخلصون لله عز وجل فهذا أمر عجيب يعني يقر عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين ثم ماذا إذا حصلت النجاة رجعوا إلى الشر ولهذا اقرأ الآيات العجيبة العظيمة في هذا في سورة الإسراء قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه كل أذهانكم يذهب عنها الأصنام والأوثان وكلها تذهب ولا يبقى في أذهانكم شيء منها ضل من تدعون إلا إياه يعني تخلصون له فقط ما تذكرون غيره ولا تتذكرون غيره ولا تلجأون إلا إليه فلما نجاكم إلى البر لأعردتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم قد الآن وصلتم إلى البر ورجعتم إلى الشرك أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر هذه واحدة والثاني أو يرسل عليكم حاصبا في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا هذه الثانية والثالثة قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه عن البحر تارة أخرى مرة ثانية تتحاجه من حاجات الدنيا وتسافرون في البحر مثل ما احتجتوا المرة الأولى فيرسل عليكم خاصفا من الريح في البحر فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله عز وجل قدرته عليكم في البر والبحر في الشدة والرخاء في كل وقت فإذا كنتم تعقلون أنه لا يجيب المضطرة إذا دعاه إلا الله فإذن الأمر كله بيد الله فما حاجة التجاءكم يقال لهم ما حاجة التجاءكم إلى هذه المعبودات والأوثان المتخذة من دون الله قال رحمه الله الثامنة عشرة حماية المصطفى حما التوحيد والتأده مع الله عز وجل نعم يعني انظر الآن الحديث هذا الذي مر معنا ما استخلص منها المصنف إلا ماذا إلا فائدة واحدة استخلص منها إلا فائدة واحدة وأما موضوع الباب نفسه انتهى بأدلة بفوائد انتهى بالآيات التي أوردها رحمه الله تعالى وهذا الحديث السخلص منه فائدة سيأتي شواهد كثيرة لها بل سيأتي عنده باب خاص بذلك حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد والتأدب مع الله والتأدب مع الله لما قالوا قوموا نستغيث على هذا المنافق ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى التأدب مع الله إلى التأدب مع الله سبحانه وتعالى حماية لجناب التوحيد إذا كان هذا إرشاده في هذا المقام مقام التأدب مع الله فكيف بمن يدعو أصلا غير الله فيما أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه فيما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيمة اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغناء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقا وجلا أوله آخرا علانية وسره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألبين قلوبنا وأهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجل مستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شكراً شكراً شكراً